أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط على العلاقة القوية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي والتي عززت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وخلال كلمتها أمام المجلس الاستشاري الذراع الجديد للأنشطة الخارجية لبنك الاستثمار الأوروبي أوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه منذ جائحة كورونا عام 2020 شهدت العلاقة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي تطورا كبيرا تم خلالها توقيع العديد من الاتفاقات المشتركة التي تعزز الجهود التنموية وأولويات الدولة وتحقق النمو الشامل والمستدام من بينها تمويل يصل قيمته إلى 1.13 مليار يورو لتمويل قطاع النقل